ذكرت مصادر في الجيش اليمني أن مسؤول فريق الامداد والتموين في ميليشيات الحوثيين بجبهة ميدي لقي مصرعه إضافة لثلاثين مسلحا وذلك خلال غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على المنطقة في محافظة حج شمال غرب اليمن ومن جانبها أكدت مصادر ميدانية أن عشرات القتلى لم تتمكن ميليشيات الحوثي من انتشال جثثهم في جبهتي حرد وميدي وتركتهم في مواقعهم اشتركوا في القناة